السلام عليكم وقالوا لولا هذه العبارة جاءت في القرآن الكريم في خمسة مواضع فمن قالها وماذا تمنى وأراد وطلب من قالها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه القرآن الكريم كلام الله المعجز فيه بيان كل شيء بيّن الله لنا فيه أنه أرسل رسلا وأنبياء إلى الأمم السابقة وبيّن لنا كيف كذبوا وأشركوا ولم يؤمنوا ولم يصدقوا ومنهم من طلب من الله جل جلاله ومن الرسل والأنبياء آيات وأمور ليؤمنوا ويصدقوا وتمنوا وأرادوا بعض الأمور التي لم يأتي بها الأنبياء ومما يوضح هذا عبارة وقالوا لولا هذه العبارة التي وردت في القرآن الكريم في خمسة موابع سنستعرضها تباعا لنرى ماذا تمنى هؤلاء الموضع الأول جاء في سورة الأنعام يقول الله جل جلاله ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون إذن قال الكفار والمشركون الذين كذبوا بآيات الله وبرسوله لولا أنزل عليه ملك هم يريدون أن يروا ملكا آية ليؤمنوا وهذا ما طلبوه وأرادوه وجاء رد الله جل جلاله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون الموضع الثاني جاء أيضا في سورة الأنعام يقول الله جل جلاله إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون هنا طلبوا وأرادوا أن ينزل الله آية يرونها بأبصارهم ليؤمنوا ولكن الله قال لهم إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن الله ينزل ما يشاء في الوقت الذي يشاء وهم لا يعلمون هذا الموضع الثالث جاء في سورة طاها يقول الله عز وجل وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى هنا أيضا طلبوا وتمنوا آية ليؤمنوا ولكن الله أخبرهم أن آياته موجودة في كتبه السابقة ومع ذلك لم يؤمنوا الموضع الرابع جاء في سورة العنكبوت يقول الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين هم طلبوا وأرادوا آياتنا وليس آية واحدة وذلك لكي يؤمنوا ولكن الله قال للرسول قل إنما الآيات عند الله فالرسل والأنبياء لا يأتون بالآيات من عندهم إنما كل ذلك بأمر الله وإنما كل رسول أو نبي هو نذير مبين الموضع الخامس والأخير جاء في سورة الزخرف يقول الله تعالى ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم انظروا إخوة الكرام إلى هذا الكبر والتألي على الله هم يريدون رسولا غير الذي اختاره الله جل جلاله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم والله أعلم حيث يجعل رسالته ليأتيهم الجواب أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هذه هي المواضع الخمسة التي جاءت فيها هذه العبارة وقالوا لولا طلبوا أن يروا الملائكة ليؤمنوا وطلبوا أن يروا آية ليؤمنوا وطلبوا أن يروا آيات ليؤمنوا وأرادوا أن ينزل القرآن على غير الرسول الحبيب الذي اختاره الله جل جلاله لرسالته يا له من تألن على الله فلنطعظ ولنعتبر إخوة الكرام فالله أعلم حيث يجعل رسالته والله أعلم بما يريد والله يختار رسوله وأنبياءه والله ينزل ما يشاء في الوقت الذي يشاء نسأل الله أن يهدينا إلى الحق بإذنه نسأل الله الهداية والإخلاص والتقوى والاستقامة دائما وأبدا أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم